سبعا خي مرة تانية والحقيقة احنا هرده بنتكلم على ان احنا مش هنقف ومش هنتوقف ومش هندي فرصة لأيا كان من يريد ان يعطل مسيرة هذا البلد ان هو يعطل على بالارهاب ولا بالتهديد ولا حتى بفقداننا للثقة في ايا كان مين سواء المنظومة او سواء النظام بشكل عام والحقيقة من هنا بتيجي الخطوة التالتة في الاستحقاق الديمقراطي وهي الانتخابات البرلمانية واللي اعتقد انها هتكون خطوة مهمة جدا في البرنامج ده هنحاول كل ما نقدر على الان ما نقدر نحن نوعي بالخطوات اللي جاية ازاي تختار مرشحك بوعي ازاي تفهم اكتر ايه هي اهمية الانتخابات واهمية برلمان 2015 بعد هذا الاستحقاق التاريخي اللي حصل بعد 36 طبعا وهو انتخاب رئيس الجمهورية النهاردة حيكون معانا ضفنا في هذه الفقرة الاستاذ المحامي محمد حسني سالم وهو ايضا محكم دون سبعا خير سبعا خير فانت محضرتك انا بحضرتك 2015 هو برلمان مهم جدا نظبوط طبعا هو برلمان تشريعي اكتر منه برلمان خدمي لان ده برلمان هيخرج الناس من البوطاقة بتاعت ان احنا عندنا دستور مش مفاعل هيكمل النقاط اللي نقصه داخل الدستور بالقوانين اللي هتتعامل وهتصاه وهتشرع من خلال هذا المجلس او هذا البرلمان لان ده يعني اعتبر مجلس سيذكره التاريخ لان ده هيبعتبر نبراس ونهج هتمشي عليه هتمشي على الدولة لمدة اربع خمس برلمانات قادمة بسبب ان الدستور طبعا ما عليك قدراء انه صعب انه هو يتغاية غير مطاطي ما بتغيرش بسهولة فالقوانين والتشريعات اللي عملها المجلس ده هتعتبر نهجة او نبراسة تمشي عليه الدولة لسنوات طويلة لتقل مثلا عشرين سنة بس في ناس بالنسبة لهم يعني كل ده كلام جميل بس في ناس مثلا وهي الاغلبية العامة من الشعب بمنتهى البساطة بالنسبة لهم البرلمان ده او البرلماني او النائب هو خدمي خدمي بفكرة انه مش خدمي هاش خاطر يعني بيحل دور المحلية المسشن ده التراث بتاعنا الميراث بتاعنا احنا محتاجين حد بيمثلنا عشان يكون صوتنا اللي بيواصل بنا وبين الدولة لما حالتك بتقول ان ده هيكون برلمان تشريعي مش خدمي هل ده في المطلق يعني هل حيفقد البرلمان بشكل عام بقى في مصر دوره الخدمي بالنسبة لاغلبية الشعب اللي هو ده بيشوف فيه كده لا هو بالعكس طبعا هو لا لازم بيفضل طبعا الدور الخدمي للبرلمان موجود زي ما هو طبعا ما حدش يقدر يخفل دور عضو مجلس الشعب انه بقدم خدمات لأهالي منطقته او لأهالي ديريته او للأهالي اللي موجودة او للشعب عاماتن زي ما حضرتك ذكرت بس هو دوره التشريعي اكتر لاني طبعا مسئولية كبيرة جدا بس طبعا دور الخدمي موجود انه هو يقدر يقدم خدمات للناس موجودة بس لو نصب يعني لو نظرة الناس بصت لمجلس الشعب لهذه النظرة تبقى كارثة كبيرة انه بقى احنا لسه ما عملناش اي حاجة فلازم الناس تنظر للمجلس الجديد ده انه هو اللي هيمهد لهم الطريق للمستقبل القادم كله بامر الله تعالى يعني ممكن نبص على هذا الكيان اللي هو البرلمان او مجلس النوال بنحييتين يعني بالنحية انه هو ليه دور تشريعي وده الاهم لكن ايضا له دور خدمي ده كلام مظبوط طبعا يا فندم يعني لازم طبعا يبقى دوره الخدمي طبعا موجود اصلا لانه هو ده الاساس اللي اصلا الناس انتخبت علي مرشح لان برضو ما خرجناش لسه بالمجتمع او بالشعب او بالمواطن ان احنا نوصله من الثقافة او بالدرجة انه هو يقدر انه هو يتحمل مثلا مجلس خدمي لازم طبعا مجلس تشريعي طبعا لازم الدور الخدمي ده يبقى موجود بس طبعا يعني اللي بيقدر يقدم الدور الخدمي مش شرط انه هو يبقى موجود في مجلس نواب او في مجلس شعب انه يقدم للناس الدور الخدمي فيعني احنا بنتكلم عنه تشريعيا اكتر منه خدميا لان اللي اصلا قادر يخدم الناس جماهيريا من غير حاجة الوجه الله تعالى فطبعا هو ده يعني ربنا يجعله سبب انه هو ينفس ده يعني انما مش يستنى مجلس الشعب او مجلس النواب انه من خلاله انه هو يعمل الخدمات للناس يعني طيب ايه رح نكلم بقى دور التشريعي ايه اهم الخطوات التشريعية المطلوبة في الفترة اللي جاية ايه اهم القوانين اللي مفروض محتاجينها احنا عندنا خطوط عريضة عندنا دستور حاطط خطوط عريضة مش حاطط القوانين اللي بتفصل وضع الدستور ده فالمجلس الجديد لازم يبقص كل يعني يتعامل لجان لكل مواد الدستور بحس انها تقدر تكمل النقاط اللي نقصة في الدستور الكامل الدستور ده بتبقى حاجة يعني طبعا بعض الناس ما بيبقاش فاهم الموضوع ده إن الدستور ده بيبقى نقاط عريضة ييجي القوانين بعد كده مكملة ومتممة ليه البنود بتاعتها لأن طبعا الدستور لا ينص عليه صراحة ما بيتنصش فيه صراحة في كل حاجة بتيجي القوانين تفصل ما صنعه الدستور الأولاني فبييجي بعد كده بيبقى قدامك هيكل قانوني مكتمل 100% دولة تستطيع أن تستخدم كل حقوقها في الفترة المستقبلية من خلال القوانين اللي بتضع عند الدستور ده بإيه هم قوانين بقى إحنا محتاجين قوانين في إيه تفاعل في مصر الناس إحنا محتاجين بصراحة كل القوانين اللي خاصة بحقوق الناس والتزاماتهم أنه يحيى حياة صالحة حياة جميلة حياة كريمة يعني الناس تعبان الفترة اللي فاتت فطبعا الظروف ورا بعضها ورا بعضها حراك سياسي بقى لنا أربع سنين بلد كلها مفيش دولة في الدنيا تستحمل اللي احنا في ده فبأمر الله يعني القوانين اللي موجودة لازم يراعب فيها المواطن لأنه ده أكتر واحد الطحن سوري في اللفظ يعني في الفترة اللي فاتت صحيح يعني قوانين مثلا اللي هي علاقة بالتحسين للحال على مستوى الاقتصادي على مستوى التأميني على مستوى الرواتب على مستوى المعيشة مستوى الطرق مستوى المعيشة مستوى الاكل مستوى الشرب مستوى الخدمات مستوى العلاج مستوى كل حاجة بيحتاج بها المواطن هل احنا عندنا نواب يعني أو عندنا شخصيات يمكن أن نقول أن هي ممكن تتحمل هذا العب مؤهلة هو الجميل في الموضوع أن الظاهر دلوقتي ظهور الشباب طبعا ده يخرج الناس من البوطاقة اللي كنا عايشين فيها أن عضو مجلس الشعب الرجل الكبير الرجل العجوز اللي بيجي بفلوسه بيعمل مش عارف ايه يشتري الناس يشتري الأصوات لازم نخرج الناس من الوعي ده ولازم نفهم الناس قوانينها يعني عضو مجلس الشعب أو عضو مجلس النواب القادم لازم يوصل للناس لا يعني كنا زمان مثلا كان دكتور مصطفى محمود مثلا والشيخ الشعروي يتكلم عن الزرة مع واحد مش بيعرف يرى ويكتب فالناس لو استعملت الطريقة دي مع الجماهير أعضو مجلس الشعب أو مجلس النواب لو استعملت الطريقة دي مع الجماهير هتوصل وهترتقي بمستوى الجمهور ومستوى العقل الناس بحس أن الناس كلها تقدر تشارك في وضع قوانينها مش الممثل بس أو عضو مجلس النواب بس هو اللي ينفرد برأيه المفروض يرجع للناس اللي جابته في المكان ده وهم اللي يقولوله ارفع ايدك على القانون ده أو ما ترفعش ايدك الأحساب أخبارها إيه بقى؟ ودور الحياة الحزبية في مصر والخريطة دي يعني هاي كلها دور حيكون في حزب الأجلبية هل الإسلام السياسي حيكون لي مكان مش هقول بنفس قوة أكيد برلمان 2012 بس هيكون لي مكان أكبر مما هو متوقع أو يؤمل من بعض الأحزاب أو اتجاهات الأخرى في مصر الناس بقت عارفة كل حاجة الناس بقت شايفة كل حاجة عارفة كل الأحزاب اللي قدامها عارفة كل الطرق بس هو أنا شايف أن الفترة اللي جاية مش هتبقى بالأحزاب قدم الناس كلها لو اشتغلت بإخلاص بغض النظر عن حزب أو مش حزب الناس هتقدر توصل صوتها بطريقة جميلة يتقل له يشتغل لخدمة الناس يشتغل أنه هو لصالح البلد دون النظر لأحزاب بس طبعا في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي ما فيش حزب بالشكل الكامل اللي نقدر نحكم عليه أن ده هو الحزب القوي 100% طبعا ما أعتقدش أنه ورى التحالفات طيب التحالفات طبعا يعني بتؤتي ثمارها فيما بعد ما تبانش دلوقتي يعني دلوقتي لسه كلها حاجات تكاد تكون بكر حاجات صغيرة جدا مشاريع الأحزاب ما فيش حاجة شكلها لهيكالي بالكامل يعني نقدر نعتمد عليها 100% ما يسمى بقى بقائمة كمال الجنزوري ما يسمى مش عارف بتحالف المصيين كل هذه التحالفات برضا أو القوائم يعني وبتتغير كل شوية بناء على إيه فن؟ بناء على طبعا تكاتفية يعني يعني أعتقد أن المجلس اللي جاي ده هو اللي هيخلي يعني الدولة أن الشعب دلوقتي بيتنفس بعض أنه هو هيقدر يشارك بنفسه في مجلس الشعب وحتى الواحد من احتكاكه بالناس في الشارع حاسس أن الناس بقت حتى وعيها زاد طبعا الشعب الجمهور اختلف ما بقاش هو اللي كان مثلا في 2005 وفي 2000 يعني بدأت الناس والزهنها يتفتح بدأت أنه هي تعرف تشارك بقت ده بدأت أنه هي تعرف تتكلم مع المرشحين يعني طبعا بدأت ناس بدأت في حياة سياسية بدأت في حياة سياسية ونحن يبقى لنا روت دور فيها بالضبط كده فندم الله ينور على حضرتك طبعا هو الطريقة دي فمستقبلا بأمر الله يعني يعني الجاه يبقى أحسن بسبب أنه نحن الناس لازم تشارك الناس لازم تفعل دورها ما ينفردش عضو مجلس الشعب أو مجلس النواب بالرأي وهو اللي موجود فيه يعني مشروع قانون هيتطرح عليه مفروض يرجع للناس اللي انتخابته من خلال بقى مثلا يعني موقع على الفيسبوك ياخد عليه التصويت من خلال خط تليفون فير يقدر ياخد منه تصويت الناس أو لا من خلال مثلا زي الطريقة القديمة صوان في الشارع زي ما كنا بنقول يقدر الناس تاخد بطريقة فير أرفع ايده أو المرفع الناس تبقى هي اللي قالت دورها وهي اللي قالت صوتها مش عضو مجلس الشعب أو حزبه هو اللي بيملي عليه قرار الوجوه اللي مش هقول القديمة هقول الوجوه اللي مثلا لو هنتكلم على الصعيد على سبيل المثال الصعيد يعني بتميز بالعصبية الشديدة بتميز بالعائلات ففيه مثلا نواب بغض النظر بقى إذا كان هما كانوا منتمين الحزب الوطني المنحل على شان هما كان بمزاجهم أو بحكم الظرف السياسي اللي كان من خلال ده حزب الأغنابية هل هيكون فيه وجود بطبيعة المنطقة دي أو بطبيعة العائلات في هذه المنطقة اللي بيبصوا لهم على أنهم حاجة مهمة قوي هيكون فيه نفس تكرار لهذه الوجوه في انتخابات 2015 يعني هو ده طبعا هيفضل موجود بس مش بالنسبة اللي كانت موجودة قبل كده لأنه هيبقى موجود هيبقى موجود طبعا لطبيعة البلد؟ العصباء العرقية العصباء العرقية في الصعيد خاصة أنا أنا الصعيدي مثلا وعارف من سيوتا فاندم فعارف هناك اللي حياة بتبقى عاملة إزاي اللي من عيلتي اللي من كياني هو الأولى حتى بغضي هو اللي متعودين اللي دي العائلة الكبيرة اللي تعطي الانتخابات ودهو الكبار البلد بس أعتقد أن الفترة اللي فاتت دي جرأت الناس أن هي تدخل للحياة السياسية وما بقاش يعني فيه كبير وبقى فيه صغير الناس تجرأت برضه يعني ما فيهش كبير وصغير بس فيه برضه عصبية عرقية بس طبعا على فكرة عايزة أضيف لحضرك حاجة أن العائلات اللي بتبقى كده بتبقى عائلات محترمة جدا بتبقى سهل يعني بتبقى قد الثقة للناس وضعها فيها دي يعني الصعيد بيشوف ونظر واسع يعني ما يقدرش واحد أنه هو من عيلة مش كويسة أو أنه هو إنسان مش كويس أو ما يعرفش يوصل الكلام ده كله لأن المصفى هناك بتبقى جمد أوي يعني اندرج اللفظ يعني طيب خياني الكلم بقى على الشباب زي ما حكرت الكلم من شوية النسبة حتكون قد إيه والشباب ده حيكون كوادر حزبية ولا شباب مستقل من مجالات أخرى ولا إيه يعني إيه المفاجآت اللي ممكن نشوفها في المرشحين هي يعني الشباب أعتقد أنه هتوخى الحظر جدا 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 في الفترة الجاية في الترشح يعني في الترشح وحتى لو وصل لمجلس النواب أنه هو هيبقى يعني واخد باله جدا 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 من تصرفاته لأنه إحنا لقينا نفسنا في فترة أي حد كان بيعمل أي حاجة قديمة لأنها مكتوبة له ومحصوبة له ومعمولة والتاريخ يا إما يذكره في مشرفة التاريخ يا إما يعني سوريا في اللفظة في مسبقلة التاريخ فمحدش هيقدر يجازف بنفسه بالطريقة دي والشعب أعتقد أنه بقى واعي بدرجة أنه مش هيسيب حد يوديه ستين ده يا زي ما يقوله هو هيفضل قاعد ساكت مكانه إلا لما هيبقى له رد فعل شعب ما بقى ساكت زي ما احنا متخيلين حال فالشباب بقى دورهم إيه للشباب دورهم يوعي الشباب طالع من تحت طبعا حسس بك يعني مثلا كل مكان ليه دايرة دايرة لها ممثل في مجلس النواب محدش أضرى بيه إلا شبابه وابناسه وأضرى بمشاكله وأضرى بصغرات اللي فيه محدش بيحس بمكان إلا اللي منه فالشباب أعتقد أنه هو مستقبل أنه هو أهم أنه هو يوضع عليه السبوت أو الكرين لايت لأن الفترة اللي جاية مش محتاجة البلد مش نقصة أي تصرف غلط أو أن أي حاجة تحصل مش كويسة هترجعنا كتير قوي طيب هل بقى كل الأحداث اللي بتحصل إذا كنت بكلم في مقدمة كل الأحداث كل التهديدات كل المقنابل البدائية والقنابل غير بدائية ما حدث في العريش كل دوت يعني هل دا كل ممكن يكون بيعطل مثلا يأثر على الانتخابات يأثر على العملية الانتخابية الديمقراطية أي حاجة بتأثر وأي حاجة بتعطل وأي عشر خطوات بتاخدهم لقدام بييجي واقعة زي دي ترجعك 200 خطوة الورى طبعا اللي جاي يعني لازم الناس تهدى كده شوية الكل اللي بيحصل دا خطر جدا جدا بيأثر اقتصادية بيأثر سياحية بيأثر حرية بيأثر خروق الناس نفسها بتخاف تنزل حتى تتمشى في الشوارع بسبب أن التصرفات اللي تحصل دي مدارس طبعا الناس لازم بلها بتتأذي بسبب الموضع دي فلازم الوعي يزيد يعني الحرب دي ده الناس اللي انت بتحريبهم وتحطنهم القنبلة دول من بلدك ومن دينك ومن ناسك فطبعا التصرفات لطليق بأي شكل من الأشكال سواء محمد حسني سالم المحامي والمحاكم الدولي نتمنى فعلا أن يكون في زي ما حقق قلت فعلا انتخابات وبرلمان يمثل بجد الشعب سواء بجنب الدور التشريعي الموجود أو الأهم الحقيقة أو الدور الخدم لحياتك قلت لازم يفضل موجود حتى لو كان في المحليات بي فيه لكن احنا برضو عندنا ثقافة النائب الخدم دي مزارة هتبقى موجودة وده هيكتسب قوته لما ييجي بعد كده في الدور التشريعي طبعا شكرا شكرا لزوء حضرتك يا فاندو وانا اتشرفت بالزوء مع حضرتك جدا نورتيني شكرا يا فاندو فاصل رجالي تاني خليكم معنا